إذن خالد اتفاق على التهديئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمخل عن اجتماعات شرم الشيخ هل بدأ له أي تأثير على الأرض خالد؟ يعني لربما ذلك يكرى حدثت العملية أصيب مستوطن اعتقل منفذ العملية بعد إصابته ونقل إلى المستشفيات الإسرائيلية الخشية الآن للساعات القادمة إذا ما كانت هناك نية للمستوطنين بتنفيذ عمليات اعتداء واسعة النطاق هنا ببلدة حوارة قبل قليل وصل عدد من قادة جيش الاحتلال الإسرائيل يودا فوكس قائد المنطقة الوسطى وقائد منطقة الضفة الغربية وصل إلى هنا بحماية معززة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيل اطلع على موقع تنفيذ العملية ورصد كل المشاهد الميدانية هنا خلال جولة قاما بها بحماية معززة من جيش الاحتلال الإسرائيل لاحقا وغادر قبل نحو عشر دقائق من الآن كانت القرارات الإسرائيلية تتعلق بتعزيز منطقة حوارة بعشرين دورية عسكرية إسرائيلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة خشية أن يكون هناك أي محاولات واعتداءات من قبل المستوطنين هنا ببلدة حوارة خلال الساعات القادمة كانت هناك دوريات للشرطة الإسرائيلية منعت من توجه عدد من المستوطنين الذين احتشدوا إلى بلدة حوارة بالقرب من دوار سلمان الفارسي ولاحقا تم تعزيز المنطقة بعدد كبير من الجبات العسكرية فيما يتعلق ومنفذ العملية جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه أصيب برصاصة ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي ومن أطلق الرصاصة هو المستوطن المصاب عقب مطاردة للمنفذ ولاحقا اعتقل جيش الاحتلال المنفذ ومنع مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه جيش الاحتلال استدعى والد ووالدة منفذ العملية إلى معسكر حوارة وأجرى تحقيقات ميدانية معهما ولاحقا تم إخلاء سبيلهما الحصار المفروض على مدينة نابلس شيئا فشيئا هناك سلسلة من الإجراءات التي تشهد إعادة الحركة لبعض الشوارع بين الفينة والأخرى يسمح لبعدد قليل ومحدود جدا من المركبات الفلسطينية العالقة إلى الجنوب من مدينة نابلس من الدخول إلى طريق العام لشارع حوارة ولكن ليس بالاستمرار باتجاه حاجز حوارة وإنما نحو طرق التفافية خشية أن يكون هناك كماء للمستوطنين خلال الساعات والدقائق القادمة وبالتالي تبقى الأمور مرشحة للارتفاع حساسية العملية أنها حدثت في موقع العملية السابقة وفي ذات التوقيت السابق قبيل قمة العقبة واليوم أثناء انعقاد قمة شرم الشيخ واليوم نتحدث عن حالة غليان سيما بعد المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت في مراكز المدن الفلسطينية وآخرها المجزرة في جنين حيث استشهد أربعة فلسطينيين بينهم اثنين من القادة الميدانيين في كتائب القسام وصرايا القدس وكذلك أيضا شابان آخران أثناء التصدي لعناصر الوحدات الخاصة والذين أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي أدى لإصابات عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين ببلدة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية